12 دولة بما فيها العراق رصخت العنوان الأبرز والمشترك في الأهمية بين قادة وزعماء المنطقة دعم العراق في تحقيق استقراره مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة التي احتضنته الأردن يأتي استكمالاً لأهدافه وملفات نسخته الأولى التي عقدت في بغداد إجماع عربي ودولي ذهب باتجاه ضرورة تحقيق الاستقرار العراقي الذي يحقق بدوره استقرار المنطقة كونه صمام أمان لا يمكن التجاوز عنه في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتغير المناخية كما تؤكد المملكة على اعتزامها المضي قدماً في تفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة تحت مضلة مجلس التنسيق السعودي العراقي والعمل مع الحكومة العراقية لفتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات ودعوتها إلى توسيع نشاطاتها في البلدين في مجالات الطاقة المتجدة والنظيفة وتحلية المياه والزراعة وغيرها من المجالات الأمن البوابة الأوسعة التي تحدث بها مشاركون بضرورة تحقيقه في العراق وبوضوح مباشر رفضت من خلاله الدول المشاركة أي تدخلات خارجية في الشان العراقي وأمام التحديات التي تواجه حكومة السوداني التي تشكلت على أطلال أزمة سياسية كانت خانقة لتقدم العراق وتحقيق أوراقه المشتركة مع المنطقة سيما الربط الكهربائي والتعاون الاقتصادي كانت رصائل الدول المشاركة تحث الحكومة على تحقيق تطلوات الشعب العراقي سعد دولة الكويت لدعم جمهورية العراق في كافة المجالات إدراكا منها لأهمية هذا البلد الشقيق وترسيخا للقناعة السائدة بأن أمن البلدين والمنطقة واستقرارهما كل لا يتجزأ وتجسيدا لعمق العلاقات الأخوية التي تجمعنا فجاء الدعم الكويتي اقتصاديا وتنمويا عبر مؤتمر الكويت الدولي لإعادة أعمار العراق فبراير 2018 الدول الجارة والصديقة مع بغداد أكدت دعمها ووقوفها إلى جانب العراق والعراقيين في تحقيق التطلعات الأمنية والسياسية سيمة تلك المتعلقة برفض وجود ميليشيات مسلحة على أرضه أو أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات لمصالح دول خارجية إن العراق لا ينبغي له أن يكون ساحة للصراع أو تصفية الحسابات وأننا نكتمع اليوم لنقول أننا ندعم حق العراقيين في أن يروا مستقبلا أفضل لأبنائهم وأن يحققوا تطلعاتهم المشروعة في النمو والاستقرار بتوظيف الإمكانيات الهائلة لبلدهم